حجز نادي النصر السعودي مكانه في نصف نهائي البطولة العربية لكرة القدم بعدما تفوق في ربع نهائي على الرجاء المغربي بنتيجة ثلاثة إلى واحد في اللقاء الذي جمع بينهما الهدف الاول سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسديدة يسارية صاروخية بعد تمريرة البرازيلي تاليسكا وكعادته توجه الدون للقيام بحركته الشهيرة ولكن للمصادفة لحقه الوافد الجديد على النادي السعودي الدولي السنغالي سادي ماني لاعب بايرن ميونيخ السابق وقام بالاحتفال بنفس طريقة الدون خلفه